احنا كلنا بلاوي من غير معرفة طيب خلينا بقى نروح للكابتن إكرامي ونقول له مبروك للكابتن رمضان سبحاني براءة أسوأ براءة في التاريخ فمبروك البراءة الله يبارك فيك يا مهي بص يمكن أنا هتكلم بواجهة عام في الموضوع مش خش في التفاصيل لأن أنا معرفش التفاصيل كاملة لكن أنا هتكلم في كام جزئية كده ما ديب شريف عشان يقول لنا التفاصيل سامحوني يعني فيها الشهرين اللي احنا عدوا علينا دول سواء أسرة رمضان الصغيرة هو وزوجته أنا وزوجتي شريف وبيته والدة رمضان واخواته عشنا أسوأ شهرين في حياتنا ليه؟ رمضان كان بيغتال مع نويا صح خلاص مين اللي هيعوض رمضان عن قصة الإقاف بتاعته اتحرم من المنتخب خسر ماديا اتحرم منه هو كان ممكن يكون موجود في الأولمبياد اللي هتتلاعي بديت خلاص فالنهاردة والقيمة التسوقية مادي داخلة ضمن الفلوس داخلة ضمن الخسارة بتاعت الفلوس والبنود لا حسنا تفهم بين الناس ايمن اولا كان فيه يعني أنا كاتب شوية حاجات كده كان فيه أخطاء جسيمة في الإجراءات اللي تمت بالنسبة الرمضان الخسارة المادية والمعنوية بالنسبة الرمضان محدش هيعوضها له وأتحدى لو حد دي قدر يعوض رمضان عن اللي حصل التحطيم المعنوي للأسر دي من اللي هيعوضها لكن فيه شكر لازم أقدمه يعني لملك نادي بيرامدز في الإمارات إن هم كانوا دعمين بقوة رمضان لأن هم كانوا حسين بالبراءة وعارفين إن رمضان مظلوم في الموضوع وإدارة نادي بيرامدز هنا وعلى رأسهم ممدوح عيد ويمكن أنا أول مرة أذكر ممدوح عيد في أي حلقة كانوا دعمين بشكل رهيب لرمضان وقاموا معاه بحاجات أنا مش من حق إن أنا أتكلم فيها وإحنا هنا كنا دعمين لرمضان برضو في البراءة مجانا مهيب صح؟ طبعا خلاص لكن فيه جزئية يا مصطفى ما نقدرش نغفلها أنت وأيمن ومهيب الإعلاميين اللي هم خاضوا فعرض رمضان طبعا سواء عن قناعة أو عن معلومة وصلت لهم خطأ أو حاجات كتير قوي أتمنى منهم يكون عندهم الشجاعة ويطلعوا يعتذروا لرمضان صبح دي حاجة الحاجة التانية في جزئية خاصة بشريف إكرامي الناس كلها كانت بتقول إن شريف إكرامي موجود بصفته أخو زوجة رمضان صبح لا شريف كابتن بيرامت لا ما ليه؟ ما كانش موجود بالصفة دي خالص موجود بصفة إن هو شريف عارف المعايير الدولية بالنسبة لمنظمة المنشطات العالمية لأن شريف اتعرض للموقف ده قبل كده ولما حصلت لجنة الاستماع انطلب منه أن يكون معاه محامي رفض وهو اللي تولى الموضوع بنفسه إن شاء الله خلاص الحمد لله أولا لما اتخذت منه العينة كان كاتب عليها الدواء اللي خده جاب شهادة من هيئة الدواء المصرية إن الدواء دوت معتمد في مصر وبيتباع وما فوش مشكلة الدكتور بتاع نادي بيرامز جواب برضو إن هو أشرف على الدواء دوت خلاص أول مرة في تاريخ المنشطات ويمكن دي ما عرفش العالم أعتقد إنها أول مرة إن لعب يتهم قبل النشطات ويطلع برق خلاص ليه شريف كان موجود بقى لأن أنا زي ما بقولك إن شريف كان على علم ودرس المعايير الدولية بالكامل وقاعد فيها أيام وأسابيع سهران فيها عشان يطلع كل شيء يخص الموضوع بتاع رمضان ولما حضر كان حضر مع هيئة الدفاع وركن أساسي من الدفاع عن رمضان ويمكن وجود شريف فعلا ساعد مع هيئة الدفاع اللي كانت مستوى اللي على مستوى عالي بالنسبة لرمضان وعلى ما أعتقد أنت عارف مين الدكتور المحامي المستشار اللي كان مع رمضان ووصلوا لمرحلة إن أنا معلش أن أسف هشكر لجنة الاستماع ليه؟ لجنة الاستماع دي طبعا ناس على مستوى عالي بالنسبة للمعايير الدولية وبالنسبة للقوانين وهو الكلام هل تعلم أن أول لجنة الاستماع استمرت تسعة ساعات واللجنة التانية استمرت تمن ساعات كانوا بينقشوا فيها كل كبيرة وصغيرة عشان يرضي ضمرهم إذا كان رمضان بريء أو مدان ووصلوا ليه الجزئية الحمد لله اللي هي طلعت بالبراءة بالنسبة ليه الحالة المعنوية اللي بنتكلم فيها بالنسبة الرمضان طبعا محدش يحس بيه زينا احنا قسرته الولد كان وصل لمرحلة لكن هو كان متماسك وبس الحمد لله كان وثق فيه ربنا إن إن شاء الله يظهر براءته والحمد لله ظهرت البراءة بتاعته فيه جزئية معلش أرجو إن الناس ما تغفلهاش الزج باسم النادي الأهلي في المؤامرة دية ضد رمضان النادي الأهلي أكبر من كده كتير ما ينفعش إن أنا أزوج باسم النادي الأهلي في قضية زي دية لأن النادي الأهلي مش محتاج إن هو يخش في حاجة زي كده دي حاجة الحاجة التالية إذا كان المسؤولين في النادي الأهلي إذا أعلنين من رمضان إن هو مش إن النادي الأهلي لكن مش معنى كده إن هم يحطموه معنويا ويؤذوه في أكل عيش فدي الجزئية اللي أنا كنت عايز بس أقولها يعني الناس كانت بتقول إن النادي الأهلي هو السبب يعني؟ آه فيه ناس كتير كانت بتقول كده إن فيه أيدي خفية ويقصدوا بيها النادي الأهلي أو النادي الأهلي هيعمل إيه مع رمضان سبحانه؟ هيخليه يقف يعني؟ على أساس إن هم كانوا ممكن يتدخلوا في موضوع الهيئة أو مش عارف إيه الكلام ده يعني في المنظمة يعني فأنا بقول إن الكلام ده عاري تماما من الصحة بس أرجو رجاء خاص إن الموضوع دوت الناس كلها هو خصوصا الإعلاميين ومقدمين البرامج يعرفوا يحصل فيه نوع من التوعية بالنسبة لهم بالنسبة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات يقروا المعايير الدولية بتاعتها عشان لما يتكلموا يتكلموا هم على العلم مش يسمعوا معلومة من أي حد وهمشوا وراها من منظمة ما ذكرتش اسمه ما ذكرتش اسم مين؟ إحقاقا للحق يعني ما ذكرتش اسم مين؟ رمضان؟ مين الليل؟ في أي بيان رسم؟ مين الليل؟ مين الليل؟ من منظمة ما قالتش اسم؟ لا يرجع من البداية دي طالعت من اتحاد الكور؟ وبعد كده؟ أي الاسم طالع من اتحاد الكور؟ أيوة أنا بتكلم دلوقتي أنا ما بتهمش المنظمة أنها قالت أنا بقول إن هم لازم يعرفوا المعايير الدولية بالنسبة لي دي قصة تانية لا مش قصة تانية ده هي دي الأساس لأن معلش أنا هقولك جزئية صغيرة كده وحقفل الموضوع النهار ده أنت في موقعك دوت لو حصل نوع من الخطأ بالنسبة لأي حد وإنت عندك لوائح بالنسبة للقناة هتعمل فيها إيه؟ أعتذر؟ لا هجيب الراجل واشوف هل الراجل ده أخطأ؟ واشوف اللواح بتاعتي بتقول إيه؟ أخطأ خلاص يتعقل ما أخطأش يبقى لازم أعتذر له هو ده المطلوب دلوقتي إن الناس اللي أخطأت في رمضان يكون عندها الشجاعة وتعتذر والاعتذار مقبول بالنسبة لكم؟ على ما أعتقد إن هيبقى مقبول مش هيبقى فيه أي صفحة تبقى تقفل